موجز الأخبار من المحور أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر جميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريقة نحو السلام جاء ذلك في اتصال هاتفي طلقه الرئيس السيسي من نظيره الأوكراني فلوديمير زلنيسكي لبحث المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى قضية الأمن الغزائي والجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب حيث أكد الرئيس السيسي ونظيره الأوكراني الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغزاء العالمية بهدف ضمان الأمن الغزائي العالمية أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة استشارية عليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإبداء التوصيات والحلول السريعة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال ورشة العمل السامنة في إطار الإعداد لمشروع بحسي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمية كما تم التطرق إلى ضرورة توفير منصة معلوماتية رقمية تضم التحديثات الخاصة باستراتيجية مصر 2030 بما يسهم في توفير كافة البيانات اللازمة لتسهيل عقد الشراكات حول التنمية المستدامة يشارك الدكتور محمد معيت وزير المالية ممثلا لمصر في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند بحضور ممثل المؤسسات المالية العالمية الكبرى وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتطرح مصر خلال الاجتماعات الرؤية المصرية والإفريقية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة وضرورة تعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة الأزمات العالمية بالإضافة إلى استعراض المشروعات التي تستهدف دعم خطة مصر للتنمية المستدامة التي أسهمت في جعل مصر سوقا جاذبة للمستثمرين العالميين أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ الهيئة تستعد لبدء نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة مشيرا إلى الخطوات المهمة التي تمت في ملف توطين صناعة الوقود الأخضر جاء ذلك خلال استقباله وفد جمعية سيدات الأعمال الألمانية بمقر الهيئة بالعين السخنة وعشر رئيس المنطقة الاقتصادية إلى التحالف مع عدد من الكينات العالمية التي تستهدف إنتاج الوقود الأخضر من الهايدروجين الأخضر والأمونية الخضراء لأغراض التصدير واستخدامه في تموين السفن بحلول النصف الأول من عام 2026 معربا عن سعي المنطقة الاقتصادية للتوافق مع الاتحاد الأوروبي حول الإطار الحاكم للمنتجات النهائية للوقود الأخضر والتعاون لتوطين الصناعات المغزية يختتم كل من فريقي الأهل والزمالك تدريباتهما استعدادا لمبارتي سانداونز والترجي في دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا ويلتقي فريق الأهل نظيره سانداونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء الغد على استاد الأهل والسلام ضمن منافسات المجموعة الثانية بينما يحل فريق الزمالك ضيفا على نظره الترجي التونسي في السادسة مساء الغد ضمن منافسات المجموعة الرابعة